السلام عليكم ورحمة الله. زيكم يا جماعة معكم احمد. ودي قناة ابو لعبكرة. خليني اقول لك ان المشروع النهاردة اللي هنشتغل عليه هو مشروع مختلف تماما. واحنا ما اشتغلناش عليه قبل كده. وما نزلش زي بوت تعدين على التليجرام بالشكل ده قبل كده. عشان كده كنت متحمس جدا للمشروع ده. دخلت عد تتفرر عليه عد تلعب فيه شوية. لقيت ان هو فيه حاجات كتير مسلية وجميلة. مش مجالب بس انك هتخش تعدن في البوت. لأ انت هتحس ان هو لعبة كل شوية تط تفتحها كده. تاني حاجة عجبتني في البوت ده هو انك تقدر مش بس انك تستنى الاردروب عشان تاخده عملات واتباعها. لأ ده انت كمان لما تشتغل على البوت. العملات اللي انت هتعملها في البوت تقدر تحولها لعملة تون. وده يعتبر اول بوت يعمل الحركة دي. البوت شغال بقاله فترة صغيرة حاليا ان هو مليون مستخدم. البوت ده اسمه بوت العفاريت. انت تحت الارض بتشتري عفاريت. بتشتري عربيات ليهم عشان خطر ان هما يعودوا يكسروا ويعدنوا. ويملوا لك العربية دي. والتعديل اللي هما بيحطه لك في العربية هو ده بيكون العملات بتاعتك. انا هشرح لك دلوقتي بشكل عملي عشان البوت في شوية تفاصيل محتاج بس ان انت تفهمها مجرد ما تفهمها تشتعل عليه لو احدك من غير ما تحتاج لي في اي حاجة. انا مش هتطول عليك في الشرح حقا من كده. جميع الرابط اللي هنستخدمها النهاردة موجودة في سندوق الوصف. ويلا بينا على طول ندخل على الشرح العملي. طيب يا شباب رابط البوت زي ما قلتلكم هتلاقيه موجود سندوق الوصف. اذا انت مش حابب ان انت تدخل آآ من الرابط اللي موجود في سندوق الوصف. اسم البوت آآ جوبلين ماين آآ جيم. بكرة البوت زي ما قلتلك ان انت بتشتري العفاريت اللي موجودة دي. وكل ليفل اللي عفريت. وبيكون هنا في عربية بس هون نت وحش دلوقتي فالعربية مش ظهر هنا مكان كلمة دي. بيعودوا هم يكسروا ويعدنوا ويملوا لك العربية. والعملات مجرب بس ما بتعمل لها كده بتطلع لك فوق. طيب خلينا نمسك البوت حتة حتة اول حاجة فوق البرونز وورلد عالم البرونزي. طبعا العالم البرونزي ده هو اللي احنا بنجمع فيه العملات. والعالم الفضي اللي هو السيلفر هيفتح الفترة اللي جاية وهو ده العملات بتاعته اللي هتقدر تحولها لعملة التون. يعني انت بتحول من البرونز للسيلفر والعملات السيلفر هي اللي بتتحول لعملات التون. هنشوف طبعا مع بعض في الفيديو ده بيبقى ازاي? بعد كده هنا عندك العدد العملات اللي انت بيتجمعها وعندك الربح كل ساعة. وعشان خطر ان احنا نبدأ نشتغل ونبدأ ان احنا نشتري اول حاجة حضرتك لما بتيجي تسجل في البوت بتاخد عشر تلاف عملة دية بتبدأ ان انت بتشتغل بهم. اول حاجة بتعملها زي ما انت شايف العفريت وادي العربية اللي بتتملح بالدهب او بتتملح بالعملات وعندك هنا خانة اسمها الخانة دي اللي بتوضح لك كل العفريت اللي هما لحد تمانية كل عفريت بيكون ليه قوة معينة بيقدر ان هو يجمع بيها آآ عملات. احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل للعفريت دي ونشتري لهم معدات يقدروا يكسروا بها. فبعمل كده ازاي? بدوس هنا على كلمة اوبجريت. وطبعا هيزهر لك خانات زي كده خانة اسمها وخانة اسمها ماين وخانة اسمها وخانة اسمها كارت. بالنسبة للخانة بتاعة اللي هما العمال اللي هما العفريت بيزهر لك هنا حاجة اسمها سلوت وان سلوت تو سلوت سري الحاد سلوت آآ خمسطاشر. كل اللي عليكicitك بيكون فيه هنا كلمة آآ بتدوس عليها آآ انا طبعا عندي هنا مكس سلوت عشان انا اشتريتهم كلهم. فهنا بيكون عندك حاجة اسمها آآ下一 SLOT بتدوس عليها بيفتح لك بقى الشرايح دي كلها واحدة واحدة. وجوة كل شريحة في كروت. بتشتري كارت كارت عشان خاطر يعدلك الربح كل ساعة. هنا الحاجة الرئيسية اللي بنشتغل عليها طبعا هو الربح كل ساعة. والأبغريد اللي انت عامله للعفاريت. ده بغض النظر طبعا عن العملات الفضية اللي هنحولها اصلا لعملة التون. اللي انا بتكلمك فيه ده عشان العملات اللي هتاخدها اللي هرتعة الجوبلين دي. اللي هتنزل على المحافز او اللي هتعملها اللي نقدر بقى نحولها زي بقية الاردروبات كلها. دي بالنسبة للخانة بتاعت الوركرز. عندك الخانة بتاعت الماين اللي هاتت عاديين بتشتري برضو. آآ مسلا بنشتري الكمبلة بنشتري عدة قنابل بنشتري القنابل اكبر. بنشتري التي انتي بقى الكمبلة الكبيرة جدا. ده طبعا بيساعدوا العمل ان هم يجيبوا لك عملات بشكل اسرع. بعد كده هنا عندك التولز. بنشتري مسلا فاس. بنشتري آآ مفكب نشتري طاقية منشار شنطة الكلام ده كله عشان خاطر يساعدوا العمال في الشغل. واهم نقطة اللي هي الكارت العربية. وهنا انت بتشتري ساعة للعربية. في عربية الساعة بتاعتها خمس تلاف عملة والتعديم بيقف. لازم تخش انت تلم عشان تشتغل يدوي. انا هنا عامل الحد بتاع العربية بتاعتي خمسين الف عملة. لو بجينا رجعنا هنا على الوجهة جائسية هتلاقي فوق ان الكارت بتاعتي بتجمع لحد خمسين الف عملة. لاني مش كل شوية ادخل اعمل كليكت انا عايز مسلا انا يمقصها. لان هو لسه شغال في التعديم ما يقفش. ان كل ما بيقف كل ما انا بخسر عملات. طبعا الكلام اللي انا شرحت لك ده كله بينطبق على الجزء الاول او العفريت الاول وبينطبق على العفريت التاني وبينطبق على العفريت التالت. طب انت عايز تشتري آآ كلهم بتعمل ايه? بعد ما بتخلص مسلا في الخانة الاولى وبقى معاك فلوس تدخل على الخانة التانية وتشتري. بقى كده تدخل على الخانة التالتة وتشتري. بتدوس على كلمة وانا كده فتحت العفريت التالت. وبعد كده ادخل هنا وادوس كده انا فتحت العفريت الرابع. وكل العفريت دي بقى بدوس هنا على باجي مسلا على العفريت اللي انا عايز اعمل له وادوس هنا على كلمة وابدأ ان انا اشتري له. اه ادوس هنا على سلطة اهو. وادوس هنا تاني. وادوس هنا تاني. افتح له كل الخنات اللي موجودة هنا. ده طبعا بيزود لي الربح كل ساعة بتاعي. دي جدا النقطة ان شاء الله انها واضحة وما فيش اي مشكلة فيها. طيب بالنسبة للعفريت الاول لو جينا شوفنا هنا العفريت الاول مع vier جيش بتاعه وتسعتاشر عفريت. العفريت الاول يقدر يكون لحد خمسة اوربعين واحد في الجيش بتوع العفريت التاني نفس الكلام انا معي تلاتطاشر واحد آآ من العفريت التاني. والعفريت التالت نفس الكلام كل واحد له ساعة آآeschم واربعين عفريت للشخصية الوحدة يعني طيب في ايه تاني هنا في اللعبة نقدر ان احنا نستخدمه الخانة بتاعت الجيمز اللي موجودة تحت دي مش عايز اكتقرب منها خالص لان انا شايف ان هي فيها بصراحة شبهة اه بالامار هو اه البوت اصلا مفيهوش خانة للاداعة يعني البوت ذات نفسه انت مش هتشتري في حاجة مفيش فلوس حقيقية بتتحطي فيه لكن انا شايف ان انا طالما كسبت عملة من العملات ما ينفعش ان انا برضو اعمل بيها مقامرة او ان انا اراهم بيها فالخانة بتاعت الجيمز دي يفضل ان انت اه او يعني نصيحتي لك ان انت اصلا ما تخشش عليها بلاش اي تلاتين لازمة اساسا لان انت هتعمل عملات اكتر من اللعبة اللي انا شايفة بصراحة فيها دي فالخانة دي نعمل عليها اكس وما نخشش عليها وما ننجدها بها خالص عندك الخانة بتاعت دي خانة بتدخل فيها بتخلي العفريت يطلع رحلة برد الكهف اللي هو موجود فيه ويستكشف عملات ويجيب لك عملات تانية طب بنعمل كده ازاي لما بنيجي نخش علي الخانة دي بنصرف مثلا من المبلغ اللي معانا عشر تلاف وندوس هنا على كلمة سند ونخليه يروح ان هو يبدأ يبحس هنا بيقول لك بقى المتوقع ان هو يجيب لك مثلا من العملات اللي انت حطيتها دي ممكن يجيب لك اربعين في المية ممكن يجيب لك تسعة في المية ممكن يجيب لك واحد في المية على حسب ما العفريت ده بقى يطلع ويلاقي مفيش يعني ايه نسبة ستة هنا دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تزود بها لعملات بتاعتك طيب الخانة المهمة جدا لما نقدرش ننساها خانة الفرنس للاصدقاء اللي تقدر من خلالها ان انت آآ تدعو الاصدقاء بتوعك عشان ينضموا للجيش بتاعك او للعفريت بتوعك وتبدأوا تشتغلوا مع بعض وده طبعا يجيب لك عملات برضو اكتر نيجي بقى على الخانة الاخيرة وهي خانة واللي فيها كل حاجة تخص البوت ده عندك هنا الستراتيجية بتاعتهم اللي هما ماشيين عليها آآ امتى هما بدأوا عملوا اللعبة ايه الحاجات اللي ضفوها للعبة الاردروب الكلام ده كله ولكن لسه الحد دلوقتي طبعا البوت يعتبر جديد ما تقالش اي حاجة عن الاردروب عندك الريفرال ريز مسابقة الاحالات وعندك الباونتي هنا اللي هي زي الهدية الحاجات اللي هما بيدوها لك بناء على لو انت صانع محتوى عملت فيديو بتعمل الفيديو بتبعت لهم اللينك بتاع الفيديو بيدو لك آآ عملات هدية عندك الخانة بتاعت ودي لما يكون معنا عملات فضية هنقدر نحولها لعملة وهنا بيقول لك ان كل مليون عملة انت بتجمعها بيديك عليها اتنين عملة تون وده الحد الادنى اللي انت تقدر تستخدمه يعني حضرتك معاك مئة مليون عملة آآ فضة بتقدر ان انت تحولها باتنين تون ودي النقطة اللي انا بتكلم فيها ودي هتتفتح قريب دي بالنسبة لي حية حلوة جدا ده بجانب او يعني دي ما لهاش علاقة بالايردروب اصلا والخانة بتاعت دي اللي بيعرفك الرصيب بتاعك من عملات التون هو ايه واخر حاجة هيزهر فيه بقى العملة بتاعتهم هتنزل على اني محفظة آآ امتى بالزبط ولكن طبعا لسه الموضوع يعني مطول معنا شوية لسه الموضوع يا دوب بيقول يا هادي بدأنا نشتغل فيه جديد وما تنساش الخانة بتاعت كل يوم تدخل تدوس على كلمة آآ كليكت طبعا انا دخلت كده كده وعندك المهام دي لازم تعملها عشان المهام دي هتجيب لك عملات كتير جدا او ما تبدأ في البوت خش على العملات دي او خش على المهام دي خلاص عشان تاخد العملات تقدر تحسن بيها العفاريت كلها وكمان تقدر ان انت تاخد البونس اليومي بتاعك ده شرح البوت بكل بساطة انا عارف ان ان شاء الله انت تكون فهمت الدنيا ماشية ازاي شرحت لك الامور آآ بشكل مبسط بازن الله تكون فهمت الوضع ماشي ازاي معاك والبوت لزيز وحلو جميل جدا عجبني بصراحة اهم حاجة زي ما قلت لك ما تنساش ما تقربش للخانة بتاعت الجيمز دي انا شايف انها آآ بصراحة حرام انا ما عرفش برضو انتو ايه رأيكم لكن المسائل اللي خلاص فيها شبهة احنا بننهيها تماما او بنبعد عنها كل البعض ان شاء الله تكون استفدتم من الفيديو آآ ان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية سلام